اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نقص عدد تقدمين في النتيجة وبالتالي يدافعون بكل موت من قوة على هذا التقدم المهم كورة مامية تصويب كورة مك كيف لم يتم احتساب الكورة الماضية الحكم المساعد فرصة على الدين اجاراي العرضية من اجاراي لكن بوشتا وازلت الفرصة متواصلة امكانية التسليد الشباب المحمدية هنا الفرصة الماضية هنا المحاولة كان البحث عن زين الدين دراج بعد ذلك وصلت الكورة لخالي ديتور خان الذي دعت منه الكورة بعد التدخل تنفذ الكورة الثابية درب رأسيها والهدف الاول لنادي الشباب المحمدية في الدقيق تنفذ الكورة الثابية كورة خارج الملعب ركلة مرمى لنادي مولو ديتور السبيل لتعامل مع هذه كورة داخل مدقى الشزاء الانزال تهي تصويب غول وضيع كورة الهدف كورة الهدف وتضيع كورة كان ممكن أن تكون في الشباب هناك مطالبة بضرب أيوب بلو جي طفعت الكورة من أيوب بوشتا فرصة فرصة في واحدة الشيين ثم بعد ذلك كم سوفوا فنتقال الفرق شباب السؤال كورة أمامية محاولة جيدة المسخطة الأمامية بشكل إمكانية التسجيل بوشتا كورة تصطدم بعبد الحي ضربة رأسية هي الفرصة الأبرز في مقابل أيوب بوشتا أيوب مر الكورتو أيوب فرصة الإمكانية المحمدية أيوب بوشتا ويعادل النتيجة لعب الشباب مرت سلامات ونقود يحاول المرور تدخل بشكل شيد من جانب يوزف بوعبيد عودة من جديد لشباب المحمدية فورتالي كانية لم يتفاعل مع الكورة المادية بشكل شيد الشباب بداية الشباب المحمدية حاول العودة في نتيجة المبارة وسيتمكن من ذلك بواسطة أسامة المليوي تمرين ممتعزة من الجهة اليوسرة من طرف أيوب بوشتا تمرين اختار الجهة اليوسرة تمرين الجانبية داخل منطقة الجزائر بحتها رئيسية ممتازة رئيسية جيدة لأنه هنا فرصة الإمكانية ليوسفية فرصة هي الأخطر هي الأبرز هي الأقرب لزيارة بوشة ينتليق يتقدم يصوي بالقل دورة في المرمى للشباب الشباب يعود ويدلل الفريق واحد للشباب المحمدية تلعب الضربة الحرة هنا الرئيسية تعلو العارضة قريب كان الشباب قريب كان الشباب من افتتاع شمية من الجيل اليوم شوفوا الانطلاقات الأولى بالنسبة للطرفين الاعتماد الانطلاقات السريعة من الجيل اليسرى كورة من الجيل الشباب المحمدية البحث عن التمرين العرضي الجانبي داخل منطقة الجزاء ومحاولة كورة في منطقة الجزاء فرصة أيوب التسديد خارج الملعب الحكم يعلن عن ركلة مرمى كانت فرصة كانت فرصة ثانحة للتسجيل الشباب المحمدية كان قريبا من تعديل النتيجة هنا اللقطة هنا الفرصة هنا التدخل وهنا التسديد من أوسامة زمراوي ركلة مرمى ستكون في اتجاه المهاجمين إذن تمريرا في اتجاه المهاجمين فرصة رأسية مرت قريبا من المرمى نعقص بتمويع الجسدي يهيئ على الكرة هنا العرضية تحتاج للأسية الكونترور وتزديد بينما الكرة لم تتجاوز خط المرمى يقول الحكم وماذا فعلت ماذا فعلت يعني الزميل هو من يمنع مرور هذه الكرة ماذا فعلت ماذا فعلت لشباب المحمد أيوب بوشة يتقدم كورة وتضيع فرصة شباب السوال مريادي المحاولة التي صدها بكل تنفذ الركني على مستوى القاعمة التانية ورأسية لا زالت الخطورة بالتسجيدة عرضية كادت أن تعطي الجديد الشباب يطاربون تحضير سويبا ولكن مباشرة إلى خارج الخطة الخلفي للملعب أقول لكم لاعب رائع لاعب رائع كان ينقص فقط الهدف هو الممرر هو اللاعب الأميز شيء الآن ليس صافي ليجي اليسرى عرضية من جديد لشباب حاول كذلك الوصول لمرمى الحاليس يجب المجهد والتمريره من طرف لعب حيوب بوشتر فورة شريبية ملعوبة من دون اتكاب أي خطأ سعود من جديد لسعدان سوفيان هنا الهدف الأول يضيع أيضا تمريرا بخارج قدم شكل جميل جاليسرى ندريوش تمريرا فرصة فرصة محاولة كورة فرية وقليسر للركنية دائما لشباب المحمدية يعني مليئة بالآدف الشباب من الجهة اليسرى خطير والكورابيات العرضية بعيدة بعيدة على الكورابيات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة